وانتقل الى مراسل الدي ام سي ايضا خلود الرفاعي من المنطقة الخضراء حيث تنقل لنا ابرز الفعاليات والانشطة من هذه المنطقة تفضلي خلود صباح الخير صباح الخير ايا المصطلحات البيئية والمناخية والحياة الخضراء اصبحت جزء لا يتجزأ من مدينة شارمشي خاصة بعد اعلانها اول مدينة خضراء في الشرق الاوسط فسنرى استخدام ملحوظ جدا للأوتوبيسات او وسائل النقل صديقة البيئة كالأوتوبيسات وصولا حتى بزجاجات المياه المعبئة في بلاستيك معاد تدويره هذا تحديدا ما يجتمع عليه اكتر من 40 الف مشارك من 197 دولة نظرا طبعا لما يعانيه العالم من تغيرات مناخية مفاجئة خطيرة وفي هذا الشأن تسعى مصر لتعزيز مفهوم وفكرة التحول الاخضر من خلال استضافة قمة المناخ في النسخة 27 كوب 27 وايضا في هذا الشأن تم تدريب نحو اكثر من 1400 من العمالة المصرية والف شاب متطوع للتنصيق والتنظيم والتعاود او التعامل الصحيح مع تطورات مشروعات الاستثمار الاخضر ايضا في هذا الشأن من المناطق التي تشهد فعليات كثيرة هي المنطقة الخضراء ولكن ايضا بالاضافة للجلسات التي تشهد او القاعات قمة المناخ التي تشهد الجلسات السياسية والاقتصادية وبحث الدول في الرؤى والاهداف والخروج بتعاهدات والتزامات جديدة ووضع الحلول الخاصة لحل هذه القضية ايضا من اهم المناطق التي تشهد فعليات نشيطة جدا هي المنطقة الخضراء والجرين زونة التي اقف فيها الان من خلال ورش العمل الخاصة بالمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي تبحث أو تنادي بضرورة الالتفات إلى تعديل السلوك البشري لحل هذه الأزمة والتصدي ومكافحة التغيرات المناخية فمثلا الاحتجاج ضد استخدام البلاستيك والبحث عن حلول أو بدائل أو حتى إعادة تدوير أيضا تنطلق مسيرة الدرجات صديقة البيئة لنشر الفكرة والتوعية بها وكيفية استثمارها واستغلالها في هذه المنطقة يوجد أبرز المناطق بها أو النقاط الارتجاز وهي نقطة الاحتجاج سنشهد اليوم مسيرتين أو انطلق مسيرتين خاصة بتحالف القوى المدنية ومسيرة أيضا القيادات المصرية للتنمية للحديث حول موضوعات المناخ وأيضا الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول الفقيرة على وجه خاص وبمجتمعاتنا على وجه عام أيضا هذه المدينة الخضراء تم افتتحها رسميا من قبل رئيس الوزراء بالأمس وهي تحظى بعدد كبير جدا من الفعاليات هناك أيضا قسمة خاص بقطعات الحكومات والمعارض ومن أبرزها معرض تراثنا هناك من الضريف أيضا منطقة البدوية أو القرية البدوية وفيها يعيش الزوار أو الحضور محاكاة طبعية للطبيعة السينوية الجميلة لسيناء والبدوية وهي تكون بمثابة استراحة للضيوف أيضا بجانب كل هذه الفعاليات يوجد اليوم في قمة المناخ في اليوم الثاني على التوالي من قمة المناخ سيكون هناك استكمال لاستقبال الزعماء وقادة الدول المشاركين في القمة سيكون هناك ثلاث موائد مستديرة للحديث عن أبرز القضايا كالتنوع البيولوجي والحلول المطروحة وقضايا التمويل والشباب والأجيال القادمة وإزالة الكربون وكيفية حماية الأجيال القادمة من الدول الفقيرة التي لا تستطيع مجابهة التغيرات المناخية القوية أيضا سيد المشهد هنا آية هو الشباب المتطوع المساحات هنا أو مساحة المنطقة الخضراء تحديدا 11 ألف متر مربع من السهل جدا أن أنت تتوهي داخل القاعات أو داخل الأقسام المعنية أو داخل أقسام الأنشطة والفعاليات ولكن دور الشباب المتطوع هنا ضخم متوفر كبير جدا من الشباب نتحدث عن ألف شاب متطوع وهم المعنيين بالتنصيق وتنظيم الزوار من وإلى الفنادق أو حتى نقاط الارتكازة الذين يريدون الوصول إليها آية لازمنا في ساعات الصباح الأولى هناك أبرز التصريحات سيكون هناك تصريحات من الدول المشاركة نتحدث عن 197 دولة سيكون هناك تصريحات وتوصيات من قبل الزعماء سنضع حضراتكم في الصورة على مدار اليوم والخروج بأبرز الأهداف والالتزامات والعنوين إليك آية شكرا لك خلود رفاعي مرسلة دي أم سي كنت معنا من شارم الشيخ وتحديدا من المنطقة الخضراء شكرك أيضا مرسلة دي أم سي محمد رياض كنت معنا أيضا من شارم الشيخ من المنطقة الزرقاء حيث رصدتم لنا كافة التفاصيل والفعليات والأنشطة من مدينة شارم الشيخ حيث انعقاد وانطلاق قمة المناخ كوفت 27 في يومها الثاني بشكركم شكرا جزيلا ويعني مشاهدين الكرام سيبقى الحديث ممتد على مدار أيام انطلاق هذا المؤتمر العالمي الهام حتى يوم 18 من هذا شهر وده يكون آخر أيام المؤتمر في مصر أكيد حضراتكم هتبعوا كافة التفاصيل على شاشة دي أم سي وكافة الفعاليات